حلوة قوي لما ست تستنصح كده وتعمل فيها زكية وتقول انا هأجل عزومة رمضان لاخر رمضان يعني الناس اللي انا عايزة عزمهم هعزمهم اخر رمضان عشان تبقى التنظيفة واحدة لا ينفع الناس يجوا يلاقوا البيت بيتنظف عشان احنا في رمضان ولا سجاجيد متشالة ولا الساية المخصولة لازم اللي يدخل بيتك يبقى البيت مستعد لاستقبال فخلينا نقول مع بعض ان هو ده بالضبط اللي انا عملته استنصحت كده وخليتني زكية شوية اجلت العزومة اللي كنت هعملها في رمضان لاخر رمضان مرضتش عمل اول رمضان عملت العزومة في اخر رمضان وان شاء الله العزومة يوم الجمعة اللي هو بكرة ودلوقتي انا بنضف البيت تنظيفة العيد قبل العزومة يعني انا بالنسبالي بصراحة العيد هم الناس اللي جايين غير طبعا نية افطار صائم والسواب الكبير ان انت لما بتكون يعازم حد انت بتحبيه او ناس جيالك انت بتحبيهم بتبقي حاسة ان انتي بتعملي كل حاجة بحب بتعملي الاكل بحب بتنظفي البيت بحب وحاسة ان بكرة العيد فهو ده فعلا احساسي ان انا حاسة ان انا بنضف التنظيف دوت مش عشان العيد يعني علشان انا عندي عزومة يوم الجمعة فخلينا نقول مع بعض باسم الله واقول لكم انا عملت ايه بصوا حبيب طبعا انتوا عارفين اللي بينضف على طول بيبقى الموضوع يعني مش بهدال عليه قوي مش شاق عليه جدا مش بياخد ايام ولياليا عشان ينضف البيت فخلينا نقول مع بعض ان انا حشطب البيت كله كده على بعضه في يوم واحد تقريبا بصوا بقى انا بداسب الحاجات اللي هتاخد مني وقت وطبعا كنت بدأ بدري شوية علشان اجهز الفطار كمان فخلينا نقول مع بعض انا هعمل ايه انا اللي بعمله ده تنظيف عميق اول حاجة عملتها وكنت متأزية نفسيا منها جدا بعد الكحكة والبسكوت والبيديفور والحاجات اللي انا عملتها هي المطبخ المطبخ بصراحة يعني كان ولده بيساعدوني وكان في حاجات بتقع منهم في الارض وكان فيه بيقع وعجيم بيقع وحاجات كده فخليني اقول ان انا بدأت بارضية المطبخ انت متخيلين قد ايه كانت ما خلياني عندي ازمة نفسية فلدرجة ان انا اول حاجة بدأت بيها بصوا انا شلت السجدة خالص ونفضتها كويس جدا 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 وطبعا ده ما يمنعش ان انا كان استهب بعد ما فرشتها تاني عشان لو اي شعر او اي فتل او اي حاجة لزقة فيها خيوط يعني او اي حاجة بتطلع في المكنسة بسهولة جدا فانا لماعت الارض كويس جدا وشدت التلاجة والبتجاز والغسالة ونظفت ولمعت وراهم زي ما شفتوا كده بالزبط بعد كده رجعت كل حاجة في مكانها ولمعت الارض لما بقيت بتزيق من نظافة وفرشت السجدة تاني ولو فيها طبعا بقع كنت حشيلها بس الحمد لله ما فيهاش بقع لان اي حاجة بتحصل في ساعتها انا كنت منظفها فورا يعني شغلت المكنسة الكهرباء وشفتت السجدة كويس جدا كده خلصت من الارضيات ما عنديش بقى بهدلة تانية حتوقع على حاجة فاول حاجة بدأت بيها عشان ما كسلش بس هي كانت الارضيات لاني كانت محتاجة وقت مني ومجهود ان انا اشد البتجاز شد التلاجة شد الغسالة شدت كل حاجة من مكانها ونظفت وراه بعد كده الحاجة بقى اللي انا بقى لي تقريبا شهور ما عملتهاش خالص من وقت مجهد الشقة هنا وهو دوالي بالمطبخ دوالي بالمطبخ طبعا دي متنظفة اول مجهد من حوالي ست شهور تقريبا فانا هنظفها دلوقتي ودي اول مرة نظفها بعد مجهد على طول يعني بقى لها ست شهور ما تنظفتش خلينا نشوف البهدلة او التلزيق او الدهون اللي حواريها لكم طبعا الموضوع مش هتلاقوه جدا لان انا باخد بالي من كل حاجة ان انا اغطي الاكل وهو بيستوي اغطي اي حاجة بقى ليها ما بطرطاش ما بزيتش ما بغبطش الدنيا يعني هتلاقوه المطبخ نفسه عليه حاجات بتطلع اصلا عادي كده من غير يعني ما نستخدم منظفات كتير ولا حاجة انا خدت جوانتي التراب ومساحت به التراب والدهون اللي كانوا موجودين على الارفف الازاز اللي شفته هدي وطبعا الارفف دي كان عليها تراب ودهون لو خدت بالكم ان التراب طالع اسود وملزق فانا طبعا طلعت بجوانتي التراب ومساحت كده ولمعت بفوتة الامتصاص بعدها بسهولة جدا ومساحت برضو الزرعة والراديو والحاجات الموجودة دي وبردو العلب دي فضيت الحاجات اللي كانت فضية يعني مالتها وحطيتها في مكانها كده تاني وكده انا خلاص خلصت الجزء ده هبدأ ادخل على ايه على المطبخ نفسه دولاب المطبخ نفسه بصوا شايفين ترتاشة دي ترتاشة زيوت وبصوا حواريكم التلزيق اللي على الازاز بتاع ضرفة الاطباق بصوا ركزوا معايا كده حتى لو انت نضيفها بس اكيد مش كل يوم بتلمعي المطبخ ده طبيعي يعني احنا عارفين ان ممكن المطبخ يتلمع كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر مرة بصوا شايفين التلزيل على الازاز انا هقول لكم دلوقتي انا عملت الكلام ده كله بايه انا استخدمت فوطة صغيرة خالص مقاسها تلاتين في تلاتين يا جماعة والله الفوطة اللي انتوا شايفينها اللونة كاشمير دي فوطة مقاسها تلاتين في تلاتين يعني عايز اقول لكم فوطة صغيرة جدا هقول لكم دلوقتي حطيت عليها ايه وحواريكم شكلها في النهاية وكمية الدهون والسواد اللي عليها انا عملتش اي حاجة غير ان انا جبت الفوطة دي وصه وبدأت ان انا امسح بس الفوطة دي مبلولة هقول لكم دلوقتي مبلولة ايه بس انا عدت امسح كل الامايكن اللي موجود عليها دهون مجرد ان انا بس بمشي كده واحد اثنين تلاية ومرة اثنين تلاية الاقي الموضوع تلع خلاص والموضوع بقى سهل جدا احتاجت طبعا بعدها فوطة نشفة خالص علشان اجفف بيها ولمع التلميع الاخيرة تمام كده اللي انا مستخدماها البيج دي دي فوطة امتصاص كبيرة والزغيرة اللي لمعت فيها في الاول فوطة امتصاص صغيرة دي مقاسها تلاتين في تلاتين والبيج مقاسها اربعين في ستين طيب بصوا كده انا عايزة بديكم بقى اللمعة شايفين الله مبارك بصوا مطبخي ده على فكرة بقاله عشر سنين ديت السنة الحداشر اللي بدأنا فيها دي السنة الحداشر بصوا كده شايفين لمعة الازاز ما شاء الله وكل حاجة بقت زي الفل رحت طبعا على الضرفة التانية على طول وبرضه نضفتها بنفس الطريق او كانت الازاز ده كله تلزيق لان اصلا حتى الزيت هنا فالضرفة دي كانت ملزقة جدا وكانت ملغبات خالص طبعا اللهم مبارك شايفين اللمعة طبعا دي من الحاجات الاساسية جدا مش عشان انا كمان جاي لضيوف بس عشان فعلا اي حد بيدخل المطبخ واول حاجة بياخد باله منها الشفاط البتاجاز الارض الدولايب المطبخ نفسه مزاية ملزق ملحوس تعال واريكم بقى بصوا الفوتا شايفين كل سوادة الفوتا دي كانت نظيفة عادي شايفين كل السوادة اللي فيها ده كل ده كمية الدهون والتلزيل اللي كانت موجودة على المطبخ الفوتا دي مبلولة ايه عفافة او مسحتي بايه والله العظيم يا جماعة الفوتا دي مبلولة مية وبس ما فيهاش اي حاجة تانية خالص والله مبلولة مية وبس الفوتا دي فوتا مايكروARON طبعا انتم عارفين فوت جريموي غنية عن التعريف وكلكم طبعا شايفينها معايا بقالي كزا سنة باستخدمها والفوتا دي عندي بقالها تلات سنين على فكرة الفوتا الكاشمير دي من اول انا اشتريت جرينوي انا جبت الفوتا بتاعت الامتصاص الصغيرة دي فانا دلوقتي بليت الفوتا مية وعصرتها وبقت امسح كده الدهون وعلى فكرة بقالنا ست شهور مش هقول لكم يعني ان انا بقالي شهر ولا اتنين انا من يوم ما جيت البيت هنا فانا مسحته والفوتا الكبيرة دي كنت بلمع بس بيها عشان التانية كانت مبلولة وبس كده جمعت بقى كل الفوت اللي عندي كنت طبعا انا اضافة الريسيبشن برة هطلع معيكم دلوقتي والجوانتي بتاع التراب والفوت الازاز وفوت الامتصاص اللي بستخدمها في الموعين والاطباق كل ده متبهدل جدا هحطه في الغسالة دلوقتي اوحط معاش رحتين من الواح صابون واحط كمان شوية من المستيك البودر الاورنج وهشغل دورة الغسالة على مية سخنة جدا الحرارة اللي هشغل عليها هي تسعين هتقولولي عفاف الفوت غلط نستخدم عليها حرارة لا الفوت غلط ان احنا نشيل بها حاجة سخنة من الفرن نمسح بيها البودجازو ولسه سخن ما نعرضهاش للحرارة كده انما عايز ان احنا نغسله بمية سخنة مغلية ما فيهاش اي مشكلة خالص هشغل بصونا هعمل الحرارة على تسعين وهي هعمل دورة محترمة الفوت هتطلع زي الفل جديدة جديدة يا جماعة الله مبارك ولا كأني عملت بيها حاجة خالص حسابهم با يتغسلوا دلوقتي وانا كده خلاص خلصت شايفين المطبخ عامل ازاي كل ده قبل الفطار كل ده انا لسه مجهزش الفطار بس انا حدخل المطبخ هجاهز الفطار من بعد العصر وحخرج من المطبخ وقت الفطار والمطبخ كده برضو زي الفل يعني انا هجاهز الفطار وحشط بالمطبخ قبل الفطار عايز اقول لكم ان اللي انا بعمله دلوقتي ده معاكم كان يوم الاربع مش يوم الخميس يوم الاربع انا زبطت الدنيا دي كلها علشان انا يوم الخميس هجاهز الاكل انا يوم الخميس مش محتاجة خالص ان انا عادي نظف في البيت ولا دت بقا ايا حاجة غير ان انا اعمل حاجات بسيطة ليلا مسات الاخيرة بقى انما تنظيف بقى وطراب ومسح ازازه ومرياته وسجاجده كلام ده كله وحمامه كلام ده كله كان لازم يبقى يوم الاربع فالفيديو ده عينزلكم يوم الخميس ان شاء الله النهاردة اللي انا بسجل فيه الفيديو بس كل الحاجات اللي انا عملتها زي عملتها مبارح اللي هو يوم الاربع خلصت كده المطبخ وطلعت الفطار اللي انا هعمله عشان يفك وطلعت على طول على اول حاجة عايز انا اضافها هي البلكونة وطبعا انا بشكر جدا جدا صاحبة التعليق اللي علاقتي تعليق بجد يعني لمسني من جوه والله حاسسني فعلا ان هي اخت ليا اول ما جيت الشقة هنا وقعدت اشتكلكم قوي قوي من التراب وان الموضوع فعلا اوفر جدا وان انا طبعا البلكونة دي انا كنت متعودة يعني قبل كده في شقة تاني انا بكنس البلكونة كل يوم لاني بفتح اهوي كل يوم وبكنس كل يوم فلما جيت هنا لقيت الموضوع صعب انا عايزة اقل حاجة ساعة كل يوم انضف البلكونة وكانس ومية ومسح وبهدلة بصراحة يعني فهي كتبت لي تعليق التعليق ده فعلا انا ماشي عليه زي ما هي قالته بالظبط قالت لي عفاف انا تقريبا اه هي او ما متى تسكن على الطريق من زمان قوي والموضوع ما ينفعش ان انا احط لاسجادة ولا احط الكراسي ولا احط اي حاجة في البلكونة واسبها ولا ينفع ان انا اطلع نظف البلكونة كل يوم قالت لي البلكونة دي تطلعيها وتنظفيها وقت ما تكوني عايزة تعودي فيها بس في وقت الوقت اللي انت عايزة تخدميها فيه حتنظفيها وده فعلا ان انا عملت وبطلت نظف البلكونة على طول يعني انا خلاص الوقت البلكونة انا عايزة افتحها عشان احنا جاي لنا ضيوف مثلا بكرة ولا بعد بكرة وعايزة تتنظف علشان احنا ممكن نطلع نقعد في البلكونة مثلا او يعني في ولاد ممكن يلعبوا حاجات من دي بقى فاللي هو لازم البلكونة تتنظف فانا جا نظفت البلكونة علشان احنا هنقعد فيها ومش في العادي لما مش بدخلها بنظفها كل اسبوع مرة وقفلاها وبهوي الشقة كلها في عندي شبابيك بلكونات تانية فبهوي برا ما بفتحش دي خالص طول ما انا مش منظفها فبما اني حنظفها النهاردة انا هفتحها وهوي طبعا الريسيبشن كويس نص ساعة كده ولا حاجة بس طبعا هشيل كل التراب اللي انتم شايفينه ده انا طبعا كناست البلكونة كلها وكبيت مية او دلقت مية ومسحتها ونشفتها كويس ومسحت الصور كمان وبعدين جبت المكنسة الكهرباء بقى علشان شفت كل التراب اللي انتم شايفينه ده شفتت كل حاجة جوه وبره وخليت الشيش زي الفل شايفين بصوا اول ما نظفت كده وبقت فيه ريحة نظافة وفتحت البلكونة لقيت الهواء اللي بيدخل بصراحة ريحته حلوة كده وتحسوا ان انا بهوي كده وانا مبسوطة بس نص ساعة كده وقفلتها على طول طبعا عشان التراب بتحت ما شاء الله يعني عربيات رايحة وجاية والدنيا هيصة فقفلت على طول بس هوت ونظفت كده واحدها تيوم الجمعة بقى يعني يوم العزومة تلميع سريعة كده علشان ايه لو دخلنا ولا حاجة مبقاش فيه مشكلة خالص في التراب دخلت بقى على ريسيبشن جوه ايه انا غسلت الفرشة بتاعة المكنسة الصغيرة اللي انا عملت بيها الشيش غسلتها عشان نشفت بيها الانتريهات كلها زي ما انتم عارفين قبل رمضاننا ما عملنا وكان عليه تراب كتير فانا كده بقى له تقريبا نقول له هو شهر اللي شوية فكويس اول وقت ده هنشفت بقى الانتريهات كلها والكارسي كلها فانا غسلت الفرشة عشان تنشف مكان اللي عملته في البلكونة وبعدين ايه نرجع نشفت الانتريه ايه هنا بقى انا بقى انا بقى امسح بجبت الجوانتي بتاع الطراب وحامسح كل الحاجات اللي موجودة بتاعت رمضان كلها علشان طبعا برضو ملكونة بقى لها شهر ايه فعمسحها كلها من الطراب اللي عليها وحلمع المرايات ولمع الازاز طرابست الانتريه والصفرة وكل حاجة كل حاجة عزي تلمع هلمعها بقى بالشقة كمان لمعته ببره وجوه كان عليه تراب كتير قوي شلت التراب كله بالجوانتي من بره ومن جوه قولوا لي بس هنا الاول الشمعيدان دوت بصوا الشمع اللي انا حطاه على الشمعيدان ده الشمع ده كده شكله احلى ده شمع ليه ريحة حلوة جدا ريحته طحفة حتى هو مطفي بيطلع ريحة كده احلى ولا اللي انا حورهلكو دلوقتي بصوا كده قولولي بقى عشان اللي هتقولوه هعملو على طول هخلي الشمع موجودة جوه الطبق بتاعها دوت وهحطها على الشمعيدان كده ولا الشمع الواحدها من غير الطبق ده هستنى رأيكم تحت في التعليقات واكتبولي على طول عشان قولتولي شيلي الطبق بتاع الشمع ده هشيله خالص من هنا وحط الشمع بس ايه رأيكم وبس كده حطيت بقى القلعة والجامع على اليمين كده وحطيت الزرع دي في النص وده كده كان شكل البوفي بعد ما خلصت شايفين بقى الزرع اللي على اليمين دي كده وعلى الترابيزة مسحت الترابيزة ولماعت الزرع طبعا نوكت عليها بقى طراب ما قولكوش يعني الزرع اللي على يمين دي جيت هنا على الرف بقى الرف طبعا شلت الحاجات اللي عليه كلها ولماعت الرف كويس وحامسح الحاجات كلها ورجعها تاني في مكانها يعني حبيت اركز قوي على الديكورات رمضان عشان طبعا يعني الضيوف جايين يفتروا في رمضان فلازم يحسوا باجواء رمضان في المكان اللي هم جايين فيه يعني هيكون حاجة شكلها لطيف وبس كده حطيت بقى الشمع ده وحطت عليه دلوقتي الشمع بس تعالوا عليكم بس الشمع الاول بصوا ده بكت كده على بعضه وفيه خمس شمعين حيخد منهم اتنين كده حطهم على الشمع ده وكده ابقى تمام خلصت الرف احط بس كده النتيجة بتاعت رمضان في النص عارفش انا ولادي شايلين منها كتير ليه يعني جامعة استنوا وراء مش عايزين رمضان يخلص والله بس كده وده كده كان شكل الرف النهائي تعالوا بينا نزبط مع بعض بسرعة ترابيزة الانتري ونعمل عليها ديكور بسيط كده سريع مزحت طبعا الترابيزة الاول وبعدين جلت المفرش ده اعدت كده افكر احطه بالشكل ده ولا اتنين كده من جنبين ولا اتنين من جنب واحد واعدت افكر واشوف كده وفي الاخر استقاريت على الشكل اللي هتشوفو ده ان انا عملت له كسرتين كده من كل ناحية الاول حطيته بالشكل دوت علشان ماكنش عايزة يبقى مدلل كده من ناحيتين وحط كده الصانية اللي هي المراية دي وحط عليها المأزنتين وحط كمان زرعة وحط شمعة يعني حاجة بسيطة كده ونبقى نحط بقى طبق الطمر مسلا على ترابيزة الانتري هنا قبل الفطار واللي حاجة كتبوين طبعا في التعليقات لو في اي تعديل او في اي حاجة شكلها مش لطيف شكلها مش حلو هنا غيرها يا عفاف من هنا قولولي قولولي انتو زوقكو بيطلع حلو جدا على فكرة بصوا انا كده خلاص بعدين راجعت في كلامي بقى وروحت عاملاله ايه بقى بدل التانية للناحية اللي هناك دي عملت له كسرتين كده كسرتين هنا وكسرتين الناحية التانية عوريكو شكله دلوقتي ده كده شكله وبعد ما خلصت حاسة كده ان هو احسن ما يبقى بدلتل ولا يبقى هو مسلا مفروض من الناحية ومتني من الناحية تانية بس دي كده وطبعا بما اني انا مش قلبة الدنيا شوية وعمالة يمين وشمال في كل حياتة في البيت وفي حاجات كتيرة طبعا ما صورتها عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم بس اختارت طبعا فطار النهاردة يكون سهل وبسيط عملت مكارونا وبطاطس محمرة وسلطة وكبدة حشارك معاكم سريعا كده طريقة الكبدة وهي طريقة مختلفة شوية عن الكبدة الاسكندروني بس تعالوا اقولكم انها طعمها يجنن قطيرة انا جبت شوية زيت حاطتهم في طاصة على النار سخنتهم نزلت بالكبدة والطاصة والزيت سخنين وقلبت الكبدة كده وشوحتها بس اول ما انا ستلت الكبدة مقلت هاشا لما اخدت صدمة كده ولون شوية من الوش اللي تحت على طول بعد كده قلبتها وبعدين نزلت عليها بيه انا اصلا كنت متبليها كنت حط فيها طوم مفروم وملح وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا وعصير نص لامونا ومعلاقة خلو معلاقة هريس تشطى كل ده كنت مقلبها عليها وسيباها ساعتين في التلاجة بعد كده سخنت الزيت ونزلت بالكبدة بتاعتي وبعدين نزلت عليها ببصلية مبشورة ناعم جدا في الكبدة وكمان قلبتها شوية كده خدت بقى من طعم البصل واستوت اخر حاجة نزلتها فلفل الوين مفروم ناعم جدا برضو في الكبدة قدوا بالكم ان الفلفل والبصل مش هتلاقوله غير ان هو بس تمدي اضافة بسيطة كده ومفيش اي خضار كبير بقى ولا حاجة العيال ينقوه بقى ويعود يعملوا حركات بتاعتهم دي وبس كده اعملت بقى بطاطس محمرة وصلطة وصلطة التحينة والعصير والمكارونا ويدي الفطر بتاعنا النهاردة اجهزوا معي بقى كده واستعدوا عشان عندنا عزوما حلوة قوي ان شاء الله الفيديو الجاي هشارك معيكم كل حاجة فيها بالتفاصيل واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم